يقول فضيلة الشيخ خفقكم الله كان عندنا مدرس يقرئنا القرآن وهو أشعري وكان يقول لنا إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والمداومة على ذلك شفاء من الأمراض ثم ذكر لنا حوادث لمصابين بالسرطان وأنهم داوموا على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوا لهم أورادا يومية كمئة مرة مثلا أو أكثر وفيما بعد شوفي أولئك المرضى من هذه الأمراض فهل هذه الطريقة من أسباب الشفاء إذا استبدلت بالدعاء وعرض الحاجة على الله لا أعلم لذلك أصلا ولا يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم من أجل شفاء الأمراض هذا ما له أصل ولا دليل ولكن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم لما نص عليه الرسول وهو أنه يكون له للصلاة الواحدة عشر صلوات الصلاة الواحدة هذا الذي ورد أما أنه يجي واحد يزيد على هذا من عنده فلا يقبل هذا لا.. لا.. شكرا